إنجيل يحنى الأصحاح الحادي عشر وكان إنسان مريضا وهو لعاذر من بيت عنية من قرية مريم ومرثى أختها وكانت مريم التي كان لعاذر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها فأرسلت الأختان إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به وكان يسوع يحب مرثى وأختها ولعاذر فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين ثم بعد ذلك قال لتلاميذه لنذهب إلى اليهودية أيضا قال له التلاميذ يا معلم الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك وتذهب أيضا إلى هناك أجاب يسوع أليست ساعات النهار اثنتي عشرة إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه قال هذا وبعد ذلك قال لهم لعاذر حبيبنا قد نام لكني أذهب لأوقظه فقال تلاميذه وهما الذي يقال له التوأم للتلاميذ لفقائه لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه فلما أتى يسوع فاستمرت جالسة في البيت فقالت مرثى ليسوع يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه قال لها يسوع سيقوم أخوك قالت له مرثى أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد أتؤمنين بهذا قالت له نعم يا سيد أنا قد أمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم ولما قالت هذا مضت ودعت مريم أختها سرا قائلة المعلم قد حضر وهو يدعوك أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية بل كان في المكان الذي لاقته فيه مرثى ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي فلما رأى يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعق بالروح والطرب وقال أين وضعتهم؟ قالوا له يا سيد تعال وانظر بكى يسوع فقال اليهود انظروا كيف كان يحب وقال بعض منهم ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت فانزعق يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر وكان مغاره وقد وضع عليه حجر قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرثى أخت الميت يا سيد قد أنت لأن له أربعة أيام قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت طرين مجد الله فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني ولما قال هذا لما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلما خارجا فخرج الميت ويداه ورقلاه مربوطات بأقبطة ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به وأما قوم منهم فمضوا إلى الفرسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنا فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومنيون ويأخذون موضعنا وأمتنا فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة أنتم لستم تعرفون الشيء ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها أفرايم ومكث هناك مع تلاميذه وكان فصح اليهود قريبا فصعد كثيرون من الكور إلى أوروشاليم قبل الفصح ليطهروا أنفسهم فكانوا يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم واقفون في الهيكل ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا أنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه لكي يمسكوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر